القطرة عارف سكته في اي اتجاه ماشي في طريق ومحطته هي الحياة اي شيء جميل في الحياة بيكون منبعه الالوان لان الالوان بتطفي لاي لوحة فنية شيء جميل عايزين نقول ان المكياج والالوان من الحاجات المبهجة اللي احنا بنستخدمها في الاعياد وفي المناسبات اللي فعلا بتقدر تظهر لنا جمال اي شيء ولو اتكلمنا على المكياج والالوان والوصفات الخاصة بالبشرة والوصفات الخاصة في الشعر فلازم يكون معايا ضفتي وضفتكو خبيرة التجميل هبة ابراهيم كل سلام التطيب هبة اهلا بيك وكل سلام التطيب وكل متابعين قناة صح والجمال وبرنامج قطار مصر تحديدا بخير وبصحة وبسلامة يا رب عيد سعيد علينا النهاردة احنا معانا هبة ابراهيم خبيرة التجميل اللي لها تاريخ كبير جدا 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 في الالوان وفي الميكب كلمين على الالوان في حياة هبة الالوان في حياة هبة هي كل حاجة في حياة هبة انا كنت بحلم بالالوان اصلا بحب الالوان باقدس حصة الرسم من وانا تقريبا في تانية ابتدائي يعني كان اول طموحي فيما يخص الالوان كان نفسي يدخل كلية فنون بس احنا النهاردة هنتكلم عن ديكور الوش اللي هو بيصنع اشراقة وبيصنع بهجة وبيصنع بروفايل خاص بالشخص اللي احنا بنقابله سواء كان راجل او ست كلمينا كده احنا ازاي تحولنا من ان احنا بنرسم على الورق انا عارف ان انت ديكي كان مقالات كتير جدا جدا بتتكلمي فيها على الالوان وكمان الوصفات بس عايزين نقول النقلة جات ازاي من الورق للوش بقى جميل مش هتوال عليك في الموضوع دينا الموضوع عش يعني شوية complicated شوية بس خلينا اقول في عجالة كده ابتدت فرص الشغل السوبر تجيلي من وانا طالبة في الجامعة كان باشراف دكاتريتي وكده كانوا متوسمين فيه ان انا حد قدقيه creative وافكاري كويسة وبعرف اعمل الافكار حلوة فالموضوع بعد كده بقى طب فيه شغل فيه project جديد بفلال في السحل الشمالي لكبار العمل يعني او كده فالتدوال دي برضو بيقلق علي يعني لسه كنت صغيرة لسه ما كملتش عشرين سنة فطب معلش يعني هيجيلك شغلة تاني احسن وبتاع بدل ما هتبتي في الصحرة وحيبقى في وسط عمال وكده فالان علي جالي شغلة تاني في مصنع furniture بس المصنع كان مش موجود في بلدي لا هيسكندرية ولا هنا في القاهرة يعني مش هاردر اكون قريبة من اي حد من قريبي فبردو قلنا طب استني طب هيجيلك شغل افضل ومش عارفة يعني الفرص السوبر دي جات لي في خلال وانا لسه طالبة الضروبات دي ما اثرتش عليك ان انت ماشية مش في طريقك او انت ماشية في مكان خطأ او يعني مش ده الطريق اللي انت عايزة او الكرير شافت جمنين لا بالعكس هو انا مش حاسة ان هو شافت كرير اوي كده يعني انا بحب الالوان ومع الالوان فوريفر يعني انا كنت عارفة ان انا ماشية على نفس الترايك الجامعة على فكرة فدتني كتير جدا في شغلي ازا مايكا باورتست او حتى في مختلف حاجات في حياتي نظريات الالوان ربنا خلقها واحدة في كل حاجة في الدنيا عندي نظريات الهارموني عندي نظريات الكنتراست عندي نظريات تانية كتير نظريات قصص تصميم دي خلتني يعني هي الكون كله متاخد من بلتات طبعية متاخد من نظريات سبتة عندي لو انا بتكلم كمهندس الديكور عندي الحيطة قبل ما احط عليها اي دهان لازم احط معجون نفس القصة البشرة عندي بورز كتير في البشرة او بتاع فلازم اقفلها ببرايمر وابسلي احنا البورز والدفوهات هنتكلم عليها باستفاضة لان احنا كتير من البنات بهمهم الجزء ده كتير قوي بيسألوا في النقطة دي واكيد يوميا انت بتسمعي المشاكل دي بالزبط الفكرة بس ان انا عايز اقولك ان هو هو نفس التراك هي نفس نظريات قصص تصميم او النظريات اللونية انا وظفتها بس مع اختلاف الماتيريات بدل ما حمسك محارة ومعجون وبتاع استخدمت الماتيريات القرق شوية احنا بنبني التصميم ازاي او بنبني انت لما بتشوفي البنت يعني بتبني تصميم الوش ازاي خلينا اقول ان فيه بايزيكس تخص الميكر هنتكلم عليها بعد كده باستفاضة وفيه بايزيكس تانية تخص التصميم نفسه اللي هو التصميم اللي هو اللي حقدر لو انا حعمل ديزاين للترابيزة دي هيبقى فيه اساس انا ماشي عليه بعمل تصور معين لديكوري للستوديو اللي احنا فيه فبرضو هيبقى عندي حاجات معينة فبالنسبة للوش انا بحب اتبعي اما نظرية الهارموي او برجع في الاساس بتاعي لبقرة التصميم ايه اكتر حاجة في الوش انا محتاجة اعمل عليها سباطة البنت دي يعنيها اكتر حاجة بتعرف تعبر بيها بتعرف تتكلم بيها ايه اكتر حاجة بتديها ثقة في نفسها في التعامل فيه وانا بلاقي يعني بتكلم مع اي برايد او اي حد بلاقي دايما عنده حاجة في وشه بيعبر بيه بيعبر ببقء وبشفيفه وهي حاسة ان بققها حلو عملها اللي هو جو جوز البطة بقى وبتاع بتاع البنات ده وفيه ناس تانية بتتكلم بعنيها وبحواجبها كتير جدا فلما عمل اسباط على أكتر حاجة بتعزز ثقة البني آدم من نفسه يبقى هي دي بقرة التصميم بتاعتي يبقى وتأفر اللوك اللي أنا هعمله هو هيجمله لأنه حاسس أنه ده أطفاله جمال زيادة فحيعرف يتعامل بيه أكتر أفضل تمام؟ ده أكيد ودي نقطة مهمة أن أي ميكاب أرتست تقدر أن هي تحدد النقطة تبت هيالي دي محتاجة خبرة كبيرة ومحتاجة ممكن تكون نوع من الثقافة أو نوع من التركيز إحنا مش بنحط ألوان وخلاص صح كده؟ لا خالص مفيش حاجة اسمها ألوان وخلاص يعني آه كلنا وإحنا صغيرين في مرحلة ألوان وخلاص دي كلنا تخطناها وإحنا عندنا سنتين وثلاثة لما كنا نقوم الجوش الأخمر من عند مقاما بالزبط دي بعد كده هوت طبعما هحط حاجة في وشي أنا عارف أنا بحط إيه؟ ليه؟ المناسبته هتبقى ماشية إزاي؟ هبقى أول إن أول شكلي مهندم؟ ولا هحط حاجة هتبقى فيك أوي زي ما بنلاقي حاجات كتير حتى أوفر أوي على النهار وليجي عروسة المولد أو الكلام ده بالزبط أو أنا حتى ميكب سوبر واو بس رايح أبيش شغلت ساعة 8 الصبح استحال الناس لتقبل فكرة أن أنا حتى جلاترز بقى وحتى رموش وحتى روج أوفر وحتى كنتور فظيعة وبتاع وحتى الكنتور على فكرة في الشمس لو أنا بتعرض لشمس كتير بالنهار يا حيسيح يا إما الشمس هتشفه حيبان بالناس بالي في وشي زبط يعني مش حيبان إن أنا مجملة حيبان إن أنا مبهدلة بالزبط طيب خلينا نقف في محطة معينة كده ويعني الحمد لله أنت تشهرتي جدا 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 كخبير التجميل أو كميكب أرتيست احنا بنمسك الخشب يعني بس المتميز قوي عندك واللي أنا شايفه أن يعني عادي أن يبقى فيه في مصر ميكب أرتيست زي حضرتك لكن اللي مش عادي أن حضرتك تدخلي مجال التلفزيون وتدخلي مجال ميكب الفنانين وميكب المشاهير قدرت تعملي ده إزاي؟ والله يبص هو في الأول أو في الآخر تدويق يعني توفيق من ربنا وأهلي الحمد لله سابورت جدا لطريقي اللي أنا اختارته أنا في الأساس من محاوصة اسكندرية طبعا تحية الأهل اسكندرية اللي احنا نشتنا نشوفهم جدا جدا بس يعني ظروف الكورونا إن شاء الله نشوفهم بعد الكورونا إن شاء الله فوانس إن أنا خدت القرار إن أنا عايزة أشتغل في الميديا لإن حاسة إن أنا فكرة إن أنا بشتغل ميكب أو فهمة فيه شوية أو حبة إن أنا أتعامل مع ماتيريالز أكتر وماتيريالز مختلفة فلقيت إن أنا عايزة أثبت إن الميكب وصيلة تجميل ووسيلة تشويه ووسيلة خروج عن الواقع أو اللي هو اللي احنا بنسميه الدبارتمنت بتاع الفانتازيا شوية في الميكب فلقيت إن لا الميكب بيديني برايت كتير قوي للأسف المحافظات بشكل عام ومش محافظة اسكندرية بس خلينا نقول إن هي بتعتمد أكتر على الميكب اللي هو يخص العروسة اللي هتعمل ميكب قبل زفافها مطلوب إن أنا أجملها أو أخليها طلعف أفضل صورة لها في اليوم عمرها وأصبح مكلف جداً ولكن كل البنات بتلجأ لميكب الفرح وزي ما أنت بتقولي إحنا أحياناً بتحس إن هو فيك أو حسين إن يعني فيه فرق كبير بين الصورة الأصلية وبين الصورة اللي إحنا شفناها بعد الميكب والله يخليني أقولك إن الميكب بتاع العروسة يعني فيه حاجات ماينفعش أتغضع عنها علشان زوء العروسة وفيه حاجات لا هي متروكة لزوء العروسة وفيه واحدة بتحب ملامحها تكون واحدة مش عايزة اللي هو جول ترانسفورميشن وفيه واحدة عندها ديفو معين فإحنا محتاجين ندارية فيه واحدة لا حابة إن هي في اليوم ده تطلع بطلع عمر من الناس ما شافتها بيها قبل كده especially لو هي ريجلر بتحط ميكب يعني بتحط ميكب في شغلها أو في خراجاتها العادية فحاسة أن اليوم ده محتاجة تطلع بصورة مختلفة أو بشكل مختلف فدي بسيبها للعروسة هي اللي بتحددها بس فيه حاجات معينة له حطيلي لون إيه من جوة حطيلي كحل من برأ أو مش عارفة في حالة إنه ملامحها تسمح بدا بسيب لها المايك لأن ده يعني ده يومها وهي محتاجة من حقات تختار والله بتفرق من عروسة للتانية فيه ناس بياخد معهم الموضوع وقت طويل إن كيس إن أنا عندي دفوهات كتير في البشرة أو عندي بورز معينة عندي حاجات يعني فيه أوقات لايرز بنحطها سيبها نقتين شر شوية وبعد كده أبتدي أشتغل علشان البشرة تكون قد إيه إرتاحت والدنيا تمام وما تحسش إن هي مركبة ماسك وفيه أوقات تانية الموضوع ما بياخدش يعني ثانية ونصة زي ما بيقولوا الموضوع بيكون لطيف وسوتابل جدا سباشالي لو هي كمان بيتميل للحاجات السامبل مش عايزة تغير من شكلها كتير طيب إيه الفرق بين مكياج الفرح مكياج الصباحي وكمان مكياج المشاهير مكياج الفرح الصباحي ومكياج المشاهير ولا الفرح ومو لا إحنا نقول الشغل مثلا أو اللي هو اليومي المكياج اليومي ومكياج المشاهير آه بالضبط مكياج المشاهير خلينا نقول إن أنا لازم 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 أكون مذكرة زي زي الممثل بالضبط أنا أداة من أدوات العمل أنا بأكد الحالة أو الشخصية المخرجة إحنا شايفين على الهواء هو أنت كنت بتعملي لمادام سولاف هو خرجي بالضبط ده كان مسلسل خط ساخن شرفت بأن أنا كنت من التيم بتاع دكتور محمد عشوب هو كان مكاري العمل وأنا كنت موجودة من ضمن التيم بتاعه وشرفا لي يعني إن هو وطق فيه إن هو ديني لسؤل الأبطال إحنا اتكلمنا كده في السياق الحلقة عن إن إحنا ممكن دي أداة تجميل أو أداة تشويه بالضبط كده طبعا دكتور محمد يعني من أكتر الناس البروفيشنال جدا الأستاذ محمد هو موجود معنا بالضبط كده هو غول المكياج في مصر كما يطلقون عليه غول المكياج طبعا التشويه التشويه اللي أنتو بتعملوه في الحوادث وفي المجرمين التشويه هو شوية بخرج به عن الطبيعي عن المقلوف عن الجسم الجرح مثلا أو شخصية مرعبة بلضبط خليني أقولك إن هو الموضوع الحمد لله فدني خلال فترة دراستي في تربية فنية دخلت المشرح فدي حاجة فرقت معايا جدا في شغل هل شايفين التشويه هنا هو على الهواء يعني ده كان نو ماتيريال يعني ده قاعدة زهقانة كده وعملت عجينة من بواقي حاجات موجودة في المطبخ دقيق وشوية خلاطات كده وروج وكده وطلعت الشكل ده واضح إن هو يعني ده عايز جرح عايز يتخيط ده بلضبط يعني تخيلت إن لو فيه سلك شائك نتش في جلده حد فتخيلت هو الشكل ده بس يمكن خليني أقولك إن دخولي للمشرحة يعني لما مندخل المشرحة مش بنرسم بنقدمين بنرسم أعضاء تم بترها أو قطاعات لوحدة لسبب مشاكل صحية معينة فده زود عندي قدرة التخيل يعني ده اللي قدامنا ده دقيق وآآ دي خلطة موجودة في البيت عادي جدا من المطبخ عملتها تقريبا في نوص ساعة جبهالنا تاني كده يا شباب بعد إذنكم جبهالنا تاني إرجع كده آآ تمام آآ يا دي بظلط دي خلطة موجودة يعني أنا عاملها يدويا مش مش بميكب مش حاجة بروفاشنل ولا حاجة كان يعني الفضل قتلني كده بالليل فقلت أتصلى شوية كنت عاملها حتى لايف وبتاع بشجع الناس إن هو ممكن يجربوا ويعملوا حاجات مختلفة على الفاكرة أنا لو شفت صورة زي دي يومي مسجد تليني أقول لما أنا قاعدتي كلها جلوم صرع بالليل لما بيشوفوني عاملها الحاجات دي بالليل طيب أصعب وش اتعاملتي معاه اللي هو كان فعلا صعب الوشوش اللي بيكون فيها حاجات يعني الحروق يعني دي كانت أصعب عروسة تعملت معاه كان أصيبت بحرق قبل كده فأنا عندي نص الوش بدون ملامح تقريبا أو ملامح وسائحة بالضبط فكان في الأولى وفي الآخر هي يعني السترس النفسيا بالنسبة لي كان أنا لازم هي عروسة وعايزة تفرح وما ينفعش أعمل إثباط على أي حاجة تبين إن عندها مشكلة دي فوق أو بتاع لأنها تصوص للعين ظهرت فيها حوار شوي ظهرت بنص الوش ولا ظهرت يعني أنت لا أنا يعني أنا اشتغلت ميكوب كامل لا أصد ولا الشعر كان بطبيعة الحالة كان فيه أجزاء كدهوات يعني طارت مع الحرق من الشعر فده كنت يعني أنا وهابت نفسي في الفترة دي إن أنا الستايلس بتاعة البنوتة دي فابتديت يعني جبت لها ماتيريال مخصوص الماتيريال دي بتاعة خدعة سينمائية أصلا علشان الفاودر والفاونديشن وبعض الحاجات يعني ما تعملش أي نوع من الترانسپيرنت تتبين لأي بفو موجود تحت خصوصا إن خلينا نقول إن المسام بتاعة الوش الطبعية بتمتص الميكوب وبيثبت عليها إنما الوش اللي فيه جلد سواء محروق أو الطبقة الخارجية من الجلد دي مزالة لأي سبب من الأسباب فده بيخلي الفاونديشن بيتزحل فده أخد معي كتير وقت ومجهود كبير وقعدت كتير قوي أنصق مع بتاع المسؤول عن الاكسسوار ومسؤول الشعر أو كده أنا شايف صور لشغلك هبة معانا هنا دلوقتي يعني هل بتذكري المشاهير يعني أنت بتقولي إن الميكوب مع المشاهير هو أداة من الأدوات اللي بيستخدموها بالضبط أنا أكد الكراكتر عمرنا ما شفنا مثلا حد مشهور أو نجم مشهور طالع بأكتر من شكل أو بشكل ملموس قوي إن فيه ميكوب فهل الوشوش دي أنت بتذكريها أو مرجعيتك إيه أو يعني هو أنا لازم أقرأ التاريخ الشخصية زي ممثل وهو لسه بيدخل في الكراكتر بتاعه علشان يركز ويطلع الشخصية أنا شايف أنت عاملة أكتر من ستايل أهوت لو ترجعون لنا تاني كده آه بس دي ساشنز البنوتات والعرايس والمودلز يعني كنت اشتغلت معاهم قبل كده بس ده ميكا نور ما يعني كمللنا المشاهير لأن أنا يعني أنا عارف إن الشخصيات أو لو عمل درامي فيه مثلا شخصية إسلامية شخصية تاريخية شخصية فيها نوع من الإجرام فأنت بتذكري زيك زي هل بيبقى فيه تعليمات معينة من المخرج هل بيبقى فيه يعني احكي لنا كده إيه اللي بيحصل ما أنا الورق خلاص بعد ما الأدوار بتتوزع وخلاص يعني لو وانس إن أنا خلاص هشتغل العمل ده أنا باخد تاريخ الشخصية بتاعت الشخصيات اللي أنا هشتغلها أو إذا كنت أنا مكارة العمل بشكل كامل تمام تاريخ الشخصية دي هو الشخصية دي مثلا ممكن نقول يعني شخصية مضمن الشخصيات اللي اشتغلتها كان المحروض من نوع ميكانيكي أستاذ صلاح عبدالله حبيب الملايين جدا طبعا هو قد إيه شخصي يعني قمة في الزوء ومرح جدا في اللوكيشن ومن الناس اللي بتتعبناش خالص في الراكور الراكور ده بس عشان مشاهدين لو مش عارفين اللي هو يعني إيه الراكور يتعب أي حد الصراحة يعني إنه نرجع تاني علشان ما نحسش بس إنه فيه قطع أو إنه فيه اختلاف زويات الكاميرات وكده فيما يخصيني أنا اللي هو نفس الماكياج أو نفس الشكل يعني أنت ممكن في أكتر من يوم لازم نفس المشهد نفس المشهد نفس اللي بس نفس الراكور بالزبط ده هو أصلا المشهد الدراما لما بيتاخد وان شوت بنعيده أربع مرات علشان عدسات الكاميرات تختلف فأنا كده كده لو حصل أي بيفول أي سهم الأسباب الممثل المفروض تعيطت في بواسط الدنيا رجعها تاني زي ما كانت عشان حتعيط تاني ورجعها تاني زي ما كده أربع مرات لحد ما المخرج يقول تمام فده اللي هو المشهد اللي هو الوان تيك ده كده ما عدناش إنه مرات لحد ما عدناش بتاخد يعني في أيام بتبقى أيام طويلة جدا يعني أيام بتتلضم في أيام تانية 36 ساعة تصوير مثلا أو كده فقد إيه الموضوع بيكون مرهق وعليه عامل كبير قوي في التركيز إنه ما ينفعش يفوتني حاجة لأن الجمهور مش حيارة بالزبط كده مشاهير الإعلاميين يعني يمكن مشاهير الفنانين دي بيبقى الموضوع فيه ترتيب وفيه وقت لكن مشاهير الإعلاميين اللي وقتهم الثانية والكونت بيعد وهندخل هوا أو مسجل أو أو بس أنا شايف إن الإعلاميين بيبقى الميكب معاهم أسرح شوية هو عامل السرعة مهم جدا في الميكب اللي يخص برامج التلفزيون والعامل الثاني هو نفس الشكل الموزيع اللي يتعود يقابل بيه جمهوره يعني الراكور بالنسبة لي فيما يخص الموزيع هو دائم ما ينفعش في يوم يلقوه أو يلقوها النهاردة سمرة بكرة بيضة ظروف الإضاءة بتاعة الستوديو اللي هتصور فيه إذا كنت هتصور حاجة تقارير خارجية مثلا أو موجودة في الستوديو هل طبيعة بشرتها النهاردة بتبقى فيها لمع شوية أو جلوي طبيعة الكاميرات اللي بتستخدم أنا لازم أكون بذاكر زي ما المخرج بيحضر للعمل بتاعه طبيعيب أنا يعني تقريبا يعني أعرف أن كتير من الإعلاميين في المدينة أنا مش عايز أقول موظمهم يعني عشان بس يعني نمسك الخشب بس احكي لنا التجربة دي مع الإعلاميين اختلفت كتير أو احكي لنا كده إيه اللي وراء الكواليس والله هو تواجدي فيما يخص الميديا والإعلانات وكده بيبقى أغلبه في الكواليس يعني أنا يمكن أنا بطلت أتفرج على التنتيزيون أنا بيبقى حضرة المطبخ زي ما بيقولوا فلا ديني فرصة أكبر أن أنا الفقافة بتاعتي تبقى بالطلاع مباشر بقيت بفهم أكتر فيما يخص الإضاءة طبعا فيه جزء أنا أراد درسة من البداية بس ده اتطور لأنه أنا تخصوصي انتريور يعني ديكور ثابت فيما يخص البيت والداخلي إنما الستوديو فتوزيع إضاءته تبقى عاملة إزاي الموزيع تبقى إضاءته إزاي طب الرموش آه يشفى حلو مش عرف إيه لسعية الصورة درجة حمار البشرة إزاي كانت موزيع هتحط رموش فإمتى تعمل لها زي رانكلز من تحت عنيها وإمتى يكون الموضوع لطيف إمتى يكون الموضوع متماشي مع نوع الحلقة بالضبط والكاميرا هتديني قد إيه تقن أو زيادة فأنا أعالج بالموضوع ده بنسبة قد إيه الإضاءة بتاعت الستوديو وتصبيت الألوان بتاعت الشاشة هتديني لون قد إيه مختلف فأنا ببتدي أعالجه بالمايكب عشان يطلع الموزيع أو الموزيع في حالتهم الطبيعية مش مطلوب إنه ما يكونوا ملونين لأنه ما مش طالعين فرح بالضبط فقد إيه الموضوع يكون فورمل وفي نفس الوقت ملائم للحلقة يعني لما بيجيني موزيع أو موزيع بيتكلموا في تخصص السياسة مش بعمل لهم زي ما يكون موزيع بتتكلم في الفاشن وفي الموضوع وفي الميكب مش زي موزيع أو موزيع دكتور أصلا قطيع فهو متعود الناس بتعمل معابشك فورمل شوية يعني تبقى لحالة البرنامج فيعني بناخد إنت كده صغير من الحالة الدرامية علشان يعني يبقى الموضوع مقنع حتى لو شيخ يعني في بعض الموزيعين الشيوخ أو المقدمين البرامج الدينية لما بتعامل معهم هو مش مطلوب إنه هو يعني الميكب الرجالي ده أنا مش حطله الروج أحمر بالضبط يعني هو بس بعالج الدفهات اللي قط يعني تكون ظهرة طبقا للتصوير طبقا للتصوير علشان الإضاءة فأنا برجع لوش للحالة الطبيعية مش بلونه بالضبط كده طيب خلينا نقول نرجع تاني للبرايفت أو نرجع تاني للبنات اللي هم شافوا شغلك وحبوه وشافوا إن أنت بتشتغلي ستايلات مختلفة جدا محجبات وغير محجبات صباحي طبعا يعني إحنا مش عايزين نقول إن أنت سعرك غالي جدا بس يعني والله هو الموضوع مش موضوع أسعار غالية أو أنا ما بحبش عموما أبالك أسعار محجباتك مشغول جدا ويعني طبعا ربنا يزيدك من المدينة لشغل برايفت لأفراح لمناسبات في عائلات كبرى في فنادق كبرى طيب اللي بيسمعوني دلوقتي وعايزين يتواصلوا معاك يتواصلوا إزاي والله فيه هل مديرة أعمال أو فيه أو أنا فيه رقم موجود فيما يخص الواتساب للتواصل سواء أي استفسار أو كده وفيه بيج بحضرها جديد حينزل عليها برضو الهنتات علشان ظروف الكورونا الفترة دي وكده فبنزل كورسات أورادي أونلاين وفيه رقم هحطه من شاء الله على البيج ده للبيج دي يعني للحجز والاستفسار وردي أنا موجودة على أبليكيشن حال الاسم وبعد كده هل فيه يوم معين أنت اللي هتبقي تردي ولا التيم اللي معاك هو والله هو لو السؤال بخصوص موعيد فضية أو السؤال بخصوص إمكانية الحجزة أو أسعار أو كده فده يعني الموضوع مش محتاج إن أنا أكون أنا برده من نفسي إنما لو فيه أي استفسار خاص محتاج إن أنا أرد عليه من نفسي يعني في ساعتها تبقى لظروف اليوم فبقول لها طب ممكن نتكلم في يوم كذا أو في المهم ما نصق معاها معايد يكون مناسب بالنسبالي وبالنسبالها علشان ظروف التصوير اللي أنا أغلب الوقت بكون فيها بتبقى خلياني غصبا عني يعني مضطرقة في التليفون ما ينفعش أكون في تصوير دراما أو في إعلان أو كده وفتحة جرس التليفون فلما الوقت بيكون مناسب بالنسبالي فيعني برجع وبتصل بالناس تاني ممتاز جدا طيب خلينا نقول وده سؤال كل بنت بتشوفني دلوقتي طيب قبل ما نقول أنا شايف صورة على الهوى كده ده برضو ضمن الحاجات الأكشنز بتاعت بالليل جات لي فكرة كده أن أنا أعمل ميكب معبر عن الأبراج خلينا نقول إن ده اسمه فن الفانتازيا إن هو بخرج به عن الواقع أو الطبيعي بتاع الأساسي بتاع الوش نفسه أنا شفت حاجات سكوربيون وحاجات بالزبط يعني بس ميكب الفانتازيا بشكل عام هو ميكب معبر عن حاجة معينة غير تقليدية هو مش ميكب للخروج أبدا هو مجرد على قد الساشن أو ديكلي مثلا أو كده معبر تعبيري أبزبط بعبر بي عن فكرة معينة بتعامل مع الوش أو مع الجسم كله يعني خلينا نقول زي الطابلو مين اللي بطلبه؟ والله في ناس كتير دلوقتي بقالي سوق في ناس بتحب إن هي تعمل كاركتر مش حقيقي في الساشن بتاع البري ويدنگ بتاعهم أو كده اللي هو الساشن قبل الفرح أو كده في أكتر من عروسة طلبت مني إن أنا عمل لهم شخصيات ديزني شخصيات ديزني؟ بالزبط كده بس للأسف يعني بعضهم يعني كان بالنسبة لهم صعب إن عرض الصور يعني محبتش عرضها بس فمنتفق من جيب ستايل الليبس والدنيا تبقى تمام بالكسسوار ده أنا شايف في صور تانية معنا بالزبط ده يعني كان معبر عن جلو والإضاءة والألوان شوية كلها فيها جليترز الموضل معنا كانت حرام كنا بنعمل الساشن ده كانت تقريبا في الراس السنة أو بعديها بحاجة بسيطة يعني شهر واحد تقريبا واللوك كان من فوق الراس لحد يعني لحد بعد الكتف بشوية يا حرام هي تعذبت معنا في كل ده تلوين طيب أنا قبل ما أنسى أنا عايز أطلب منك طلب على الهوى كده ويعني أنا كده يعني بدبسك اتفضل طبعا احنا عايزين نحط الرقم الواتساب بتاعك تمام وعايزين على الهوى نقول عرض لأول خمس متصلين هيتصلوا بيكي نعمل لهم عرض ايه بس ياريت يكون أفرح بقى عشان يبقى زي التدبيسة دي فأنا كمان أنا موافقة جدا على التدبيسة دي وطبعا عناية لحضرتك وكل مشاهدين برنامج قطار مصر ممكن نعمل وده عاملي في حياتي ما عملته بس ممكن نعمل 50% على 50% 50% للعرايس و50% كمان للفاشل تريتمينت 50% خمسة وخمسة هو شفت أنا أشتر منك ده بجد هو ده في الحقيقة أنا بعملوش قبل كده بس هي دي تدبيسة الهوى على مشاهدين قطار مصر طيب كل بنت دلوقتي بتشوفني بتسأل نفسها يا طارى الحبسة طولت قوي وإحنا عاديين في البيت وما فيش خروجات طب نعتني ببشرتنا إزاي أو إيه اللي أنا قدر أعمله وأنا في البيت عشان أحس إن فيه نوع من أنواع التغيير يعني أنا أعرف إن فيه بنات الميكوب بيغير مودهم أساسا طبيعي وقمش مفروض إن أنا علشان قاعدة في البيت في إن أنا حفضل طول الوقت منكوشة وعناية دابلانا الجمال والميكوب على فكرة هو حاجة فطرية يعني الطفلة الصغيرة زي ما أنت بتقولي وإحنا يمكن كنا بنتكلم على الأطفال قبل الهوى الطفلة الصغيرة عندها فطرة حب الجمال أكيد هو أي بنت ربنا خلقها أي ليدي أي أنثى حتى يعني على كل المستويات ربنا خلق في كل بني آدم الجمال ويعني البنات أو الأنثى يعني اختصت بنصيب أكبر شوي بس خلينا نقول إن الجمال قبل ما يكون من الألوان أو من المكياج هو جاي من الحالة الصحية كويسة الحالة الصحية يعني نظرة البشرة ده مرجوحها للحالة الصحية بالضبط هي الفترة دي فترة الكورونا يعني عظيمة جداً علشان الناس اللي الروتين بتاعهم كان بيبوض بسبب نزول في الشمس فترة طويلة أو إن هو فترة ساعات شغلهم طويلة جداً وشغلها كتير برا البيت والشمس في المصايف يا طرى ده هل الميكب مضر مع الشمس ولا نعمل إيه؟ خلينا نقول إن الشمس الوحدها حمادة والميكب الوحد هو حمادة تاني خالص الشمس الوحدها عظيمة جداً بس أي حاجة بتديد عن حدها بتتقلب ضده طبيعي فأنا مقدرش يعني أنا لو بتعرض للشمس من نصف ساعة لساعة كل يوم بس خلينا نقول إن الفترة دي أخليها الساعة بتاعتي أو نصيبي من الشمس في اليوم ما تبقاش في الفترة اللي الشمس فيها عمو دي علشان يعني الأشعة بتاع الشمس الضرع بتكون متركزة جداً في الفترة دي فممكن تعملي أي مشاكل أي بثور أي تصبغات ملهاش أي لازمة ممكن تأزيني في الفترة دي فأنا بأخد الساعة بتاعتي قبل الساعة 14 طبعاً إحنا دبسنا هيبها على الهوى ونزلنا رقامها هو أنا موافقة جداً زي ما إحنا شايفين وأتمنى الخمسين في المية إحنا ديل ديل لأول خمسة متصلين سواء بقى ميكب أو فيشل تريتمنت خليهم سبعة إيه؟ خليهم سبعة ما خمسة ميكب وخمسة فيشل تريتمنت كده بقى عشرة طب ممتاز جداً فالفترة بتاعة اللي حتعرض لها للشمس قبل الساعة 11 12 ماكسموم لازم أكون خلاص يعني مش متعرضة للشمس بشكل مباشر طب أنا هتعرض هتعرض البنت اللي هي غصبنا عنها هتعرض بتصور خارجي في مصيف هي لو في مصيف هي تقدر تتحكم في وقتها بس خلينا نقول لو في حاجة أرجنت خليتها تنزل في الشمس في الوقت ده فعندي لازم أستخدم مرطب كويس جداً 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 قبل منه سام سكريم كويس جداً 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 بمعامل حماية عالي قوي ممكن البنات يعني علشان بس ما نقولش برندات معينة برندات أو يبقى إعلانة فبالزبط ده ممكن يفدني فيه الدكتور الجلدية اللي بتعامل معاه أو متخصص في صيدلية ما ممكن صيدلية دكتور ماهر تساعدنا في الموضوع ده طبعاً صيدليات ماهر فيها متخصصين طبعاً زي ما أنت بتقولي بالزبط كده فممكن يساعدونا في الموضوع ده إن أنا أختار كريم الحماية المناسب بالنسبالي هستخدمه بشكل يومي في العادي سواء تعرقت للشمس في وقت مناسب أو مش مناسب يعني ده من الروتين بتاعي الروتين كلمة روتين البنت اللي لها روتين أو الست اللي لها روتين هل ده نوع من أنواع الأبوارة أو ده نوع من أنواع الـ ولا أنت شايفة إزاي والله يوم مش أبوارة ولا حاجة بس يعني كلنا في حياتنا عندنا روتين يومي بغض النظر عن كلمة روتين ممكن تكون بايخة شوية بس خلينا نقول عدتنا اليومية زي ما بصحة من نوم بخسر وشي ده روتين يومي بس يعني الكلمة بس إن هي بقيت منها حاجة بتتكرر لا أنا أصد تونر مش عارف لا فيه السكراب مثلاً كل فترة مش عارف الحاجات المرتبة الحاجات المغزية هو الروتين الكتير اللي هو اللي فيه السكراب وفيه تفاصيل كتير وفيه تونر وفيه مش عارفين ده يبقاش يومياً أنا مش كل يوم حقود قدام مراية الحمام ساعتين تلاتة بخلص دورة 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 ما فيش ميزانية تسمح بداه في أي بيت ما فيش وقت يسمح بداه خصوصاً لو أنا بشتغل أو طالبة أو تا ما قداميش المجال ده من الوقت إن أنا أعمله بشكل يومي طب روتين من البيت تقولي إيه؟ يعني هل فيه متيريا معينة أو وصفات أنت بتنصحي البنات بيها تقدر إن هي ما تبقاش مكلفة وفي نفس الوقت ممكن تكون من حاجات طبعية في البيت؟ خلينا نقول بعيداً عن إن البنت عندها مشاكل معينة محتاجة تعالجها اللي هو زي هالات السودة زي أصار حب شباب زي زي يعني بغض النظر عن العيوب اللي موجودة في البشرة بس هنقول البنت عادية جداً ومش هتعمل حاجة فظيعة ما عندهش دفوات رهيبة يعني أولاً لو فيه دفوات بسم الله الرحمن الرحيم هروح أعمل تحليل دم كامل علشان أعرف إيه اللي عندي جوه فطالع على وشي بره يعني أول وش مراية جسمي من جوه تمام؟ عندي مشاكل في إفرازات الكبد عندي أنيميا عندي مشافية حيبقى عندي هالات سودة الصهر برضو والإجهاد والاسترس والإلت النوم من الحاجات اللي بتظهر في الوش جداً بس فيه حاجات أساسها من جوه فدي لازم تتعالج عشان تروح من بره وفيه الحاجات اللي هي الصهر والكلام ده فدي حاجات طابيكل ممكن حطها بشكل يعني ريجولر كده في أسبوع تاني مش حلاقي الأثار دي كلها إنه مجرد إن أنا فترة بس اضطريت إن أنا أصهر أو إن أنا كان عندي مشاوير معينة أو فترات امتحان أو ته بطبيعة الحال إنه يعني هيزهر علي إجهاد بس في العادي حالتزم بنهايك والأكل صحي حاكوا الأكل فيه خضار علشان نظارة الوش أكيد يا هبة الكلام معاكي والكلام في التجميل ووصفات التجميل هنحتاج لي حلقات مفصلة وهنحتاج إن إحنا يبقى فيه شغل عملي أكتر خلاص إن شاء الله شغلتين ونورتين وكل سنة وإنتي طيبة وألف مبروك على الخطوبة السعيدة ويا رب كده يعني أشوفكم أفضل زوجين في العالم كله أمين يا رب وميرسيه جدا وانت قلت الخبر بقى يعني هو علشان القفر علشان كده على فكرة ومناسبة الخطوبة يعشان ما فرحش لوحدي فأحب أفرح عشر عرائس ميرسيه جدا لحضرتك واستخدامتك الكريمة في برنامج القطار مصر ميرسيه لكل مشاهدين قناة صحي وجمال والبرنامج وإن شاء الله وعد مني لو الزروف سمحت فأقرب فرصة هنيجي ونعمل حاجات كتير عملي إن شاء الله إن شاء الله يا هزة ميرسيه شكرا لكم ونتقابل في محطة جديدة ومعادنا الجديد يوم الأربع الساعة 9 واشوفكم في كتار مصر